تقول إحدى الروايات أنه في أثناء عودة الإغريق إلى بلادهم بعد حرب طروادا احتجز بوسيدون إله البحر أوديسيوس فانقطعت أخبار الأخير عن أسرته حتى ظن الجميع أنه مات عدا زوجته بنولوبي التي لم تفقد الأمل من عودته ولشدة جمال بنولوبي وطول غياب زوجها الذي دام عشرين سنة تقدم العديد من الرجال النبلاء لخطوتها لكن شدة وفائها لزوجها دفعها لرفضهم بطريقة لا تخلو من الذكاء والدهاء أخبرتهم أنها ستختار أحدهم عند انتهائها من حياكة غطاء كفن لولد زوجها لارتس لكنها كانت في كل ليلة تزيل جزءا من الغطاء الذي تحيكه نهارا كي لا ينتهي إلى أن كشفها أحد الخدم عندها أعلنت بنولوبي أنها ستتزوج الخاطبة الذي يستطيع إطلاق سهم من 12 حلقة إلى هدف منصوب لأنها تعلم أن زوجها الوحيد القادر على فعل ذلك فباءت جميع المحاولات بالفشل ثم يصل أوديسيوس إلى موطنه أثناء بعد غياب طويل متنكرا كمتسول لاختبار وفاء زوجته له وفي رواية ثانية للتخفي عن عيون عدائه فأطلق سهمه مخترقا الحلقات مصيبا بذلك الهدف ولعدم اقتناعها التامي أنه زوجها طلبت منه أن يأمر أحد الخدم بتحريك السرير فاحتج قائلا أنه من المستحيل تحريكه لأن أحد قوائمه جزء من شجرة زيتون حية فصدقته بنولوبي واجتمع أخيرا الزوجان من جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر